ينضم إلينا الآن في بث حيوم باشر من المستشفى الإنجليزي في الناصرة الدكتور لؤي غنطوس مساء الخير دكتور لؤي مساء خيرك أخ شكرا جميع المشاهدين يجري الحديث في الأولى الأخيرة عن إمكانية إعطاء وجبة ثالثة ضد فيروس كورونا ما هي الدوافع لذلك؟ اليوم بيحكي في حكي عن وجبة ثالثة مضبوط ضد فيروس الكورونا هاي الوجبة الثالثة معدل الناس اللي هني بشكل لفئة معين من الناس اللي هي مع نقص مناعي إلى أسباب معينة إن كان لتلقي علاجات معينة أو أسباب مرضية بتخص هن طبعا زي من يارف في اليوم بحوصات دم اللي هي بشكل أو آخر مقياس لتجاوب الجسم للقاح اللي أخده بس بعده اليوم ما فيش حد معين رقم معين اللي تحته منقول ممكن نعطي لهذه الناس وجبة ثالثة اليوم الحكي بعده على وجبة ثالثة للناس اللي هي مع نقص مناعي اللي في حالة اللي هني معرضني أكتر لإصابة في المرض ولا عواقب المرض دكتور لؤي هل الشخص الذي حصل على لقاح الفايزر ينبغي أن يحصل على اللقاح ذاته في المرة الثالثة أيضا طبعا اليوم إحنا عنا في الدولة كانت تعامل بس مع شركة فايزر يعني كان الاستيراد بس لشركة فايزر من ناحية اللقاحات شركة اللقاحات فمفهوم ضمن أنه الوجبة الثالثة عنا في البلاد رح تكون كمان من شركة فايزر في توجهات بره لبلاد في شركة في دول تانية أنه يجربوا يطوا اللقاحات من شركة تانية بس الإشي بعده قيد البحث وما فيش يعني ما فيش عنا نتائج له بعده قيد البحث ماذا نعرف اليوم عن مدى نجاعة لقاح فايزر في التصدي لطفرات جديدة من الفيروس المتحول لليوم إحنا نعرف فيروس لقاح فايزر كان كتير ناجع طبعا في الأول أول ما أخدناه وفي فترة كمان بعد أنواع عديدة من الطفرات لحد المعطيات الأخيرة لآخر أسبوع إحنا في يوليوم الحكي على أنه نسبة المصابين من مجمل الناس المصاب يوميا بصل لحد 40% اللي هو معطى مقلق صلنا نجاعة اللقاح نفسه نزلت من تقريبا كيفية أن يحكوا 95% لليوم بحكوا على معطى جديد من اليوم وصلنا لحد 64% نجاعة اللقاح ضد الفيروس أريد أن أسألك دكتور لؤي عن تطعيم أبناء الشبيبة هناك أهالي لا يزالوا يخشون تطعيم أولادهم هل خوفهم من التطعيم بمكانه؟ والكثير من العائلات الآن تقضي إجهازة الصيف خارج البلاد وهناك عائلات أخرى حجزت رحلات لعيد الأضحى أعطينا صورة عن الوضع بالنسبة للشباب والشبيبة والتطعيم اللقاح لحد اليوم في جيل البالغين كان عندنا أكيد عوارض جانبية زي أي لقاح تاني وزي أي دواء زي أي جسم خارج فوت على جسمك الحمد لله في تطعيم اللي أخذوا للبالغين ما كانش فيه تفاعلات أو عوارض جانبية كبيرة كانت أغلبها محمولة حم وجع مفاصل وجع عضلات اليوم طبعا في معطيات اللي تجينا من برى البلاد لحد ثلاث مليون تطعموا بريد البلاد في أمريكا الحكي بيقول أنه نفس الموطيات كمان في جيل الشبيبة جيل 12-16 سنة بيقول على نفس عوارض جانبية للتطعيم عشانك طبعا حمننصح جميع الأهالي في تطعيم أولادهم لأنه ما كانش فيه أي أي زي بتعادة نحكي أي تفاعلات صعبة للفيروس للتطعيم آسف دكتور رؤي بالنسبة للناس اللي نعم أكملتوا ملتكلة أخيرة بالنسبة للناس اللي تطلع برى البلاد لتسافر برى البلاد طبعا إحنا اليوم لأنه مش عارفين الفيروس لأين متوجه فنصحتنا الحد قدر الإمكان من الصفر خارج البلاد خاصة للدول اللي هي متفشة فيها الفيروس بالنسبة للناس اللي مش متطعمين طبعا نصحتنا أنه يتوجهوا لصنديق المرضى ويطعموا أنه تطعيم رغم أنه نجعته خفت بس اليوم نجعته لسه نجعته قائمة وحتى الناس اللي عم تنصاب في المرض واللي هي متطعمة شدة المرض عندهم أخاف من الناس مش متطعمين دكتور لؤي غنطوس شكرا لك كنت معنا من المستشفى الإنجليزي في الناصرة شكرا 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 لك شكرا لك